لا يدخل اسمكم بالسحب على هدية تقدمة مجوهرات تاب روماس بـ 100 ألف دولار أمريكي اعملوا شير للفيديو وبعثوا كلمة حكواتي على رقم الواتساب الظاهر على الشاشة لمزيد من التفاصيل عن شروط الربح قال الراوي يا سادة يا كرام لا يحلو الكلام إلا بذكر خير الألام عليه الصلاة والسلام سبحان من جعل سير الأولين هدى وموعظة للمتقين لأتطعظ بها كل عاقل فطين حكاية اليوم حكاية جميلة تقول كان يا ما كان في سالف العصر والأوان كان في مدينتنا قديما ثلاثة أصدقاء طبعوا على الوفاء والتسامح والإخلاص وكان كل واحد منهم يمد يد العون في حال عوزه أو فقره كما كانوا لا يفارق واحد منهم الآخر فمجالسهم واحدة وسهاراتهم واحدة وأكثر أوقات فراغهم يقضونها معا وكان واحد من الثلاثة ميسور الحال أقبلت عليه الدنيا رغيد العيش إلا أنه كان لا يحب أن يعيش هكذا وحده دون صديقيه فغالبا ما كان يمد لهما يد المساعدة من غير منة أو كدر وكان الصديقان لا ينسيان معروف صديقهما فما إن يتوفر لدى أحد منهما المال حتى يعيده إلى ذلك الصديق الغني الميسور لكن هذه الأمور لم تكن ذات قيمة أمام العاطفة التي كان يظهرها كل منهما للآخر إذا ما أصيب بمرض أو مرت عليه فترات حزن أو مصاب وهنا تعرف الصداقة عندما يبتعد الصديق عن أنانيته وحبه لذاته ويكون وفيا ودودا لصديقيه وبما أن الصديق الميسور لم يكن بحاجة إلى البحث عن عمل ليحصل رزقه فقد بقي في هذه المدينة أما الصديقان الآخران فودعاه في يوم وسافر كل منهما إلى مكان يسعى فيه وراء الرزق الحلال الشريف كان الوداع مؤثرا ثلاثة أصدقاء يودع الواحد منهم الآخر بعد أن عاشوا معا فترة طويلة وكل منهم يشعر أنه جزء من الآخر بقي الصديق الميسور في المدينة وكان على غناه مبذرا فظل ينفق دون أن يقيم وزنا لما لديه من مال حتى رقت حاشية ماله وتبدل الزمان معه فانتقل من غنا إلى فقر وباتت عائلته بحاجة إلى المال لتسد حاجة طعامها وكسائها ولكن من أين يأتي الصديق بالمال فصديقاه الآخران قد رحلاه وليس له غيرهما في المدينة فأمضى أكثر أوقاته حزينا يعاني ألم البعد وحسرة الفقر والحرمان وفي يوم قالت له زوجته لماذا لا ترسل يا حامد رسالة إلى أحد صديقيك تخبره فيها مدى حاجتك إلى المال فقال حامد إني أشعر بالخجل كلما فكرت في أمر كهذا فقالت الزوجة غير أنك كنت تساعد كل منهما في حالة ضيقه ومن غير أن تشعره أن لك عليه منه والصديق عند الضيق وراحت زوجته تلح عليه حتى أقنعته فبعث برسالة إلى أحد صديقيه يطلب فيها بعض المال وصلت الرسالة إلى الصديق وحزن حزنا شديدا لحالة صديقه حامد فأرسل إليه فورا مبلغا كبيرا من المال ومرت الأيام وإذا بالمال يصل إلى حامد فيتسلمه مسورا مخدرا صنيع صديقه معه مؤكدا لزوجته أن صديقه وكما قالت له وفي له كل الوفاء غير أن المال الذي وصل إلى حامد لم يبقى طويلا لديه إذ وصلته رسالة من صديقه الثاني يشكو له فيها قلة عمله وحالة فقره وعوزه ويطلب إليه فيها أن يمده بشيء من المال لأنه في غربة لا يعرف الناس فيها بعضهم بعضا رقى قلب حامد على حال صديقه وأرسل إليه كل المال الذي كان قد تسلمه من صديقه وعاد حامد إلى ما كان عليه من حاجة وعادت عائلته تعاني ما كانت تعاني من الجوع والفقر في هذه الأثناء تقلبت الحال مع صديق حامد الأول الذي طلبت زوجته أن يرسل إليه رسالة يطلب فيها مساعدته فكتب إلى الصديق الثاني الذي لم يجد عملا في غربته يطلب إليه فيها أن يمده بشيء من المال وكان الصديق الذي لم يجد عملا بعد قد تسلم المال من حامد وما إن وصلت إليه رسالة صديقه حتى أرسل إليه كل المال الذي تسلمه من حامد وعندما وصل المال إليه وجد أنه المال الذي سبق له أن أرسله إلى صديقه حامد وهنا ترك المكان الذي يعمل فيه وعاد إلى المدينة وزار أول من زار حامد وفجأ حامد بعودة صديقه فكان لقاء من أطيب ما عرفه الصديقان من لقاءات وقال الصديق لحامد أتعرف ما وصلنا من صديقنا البعيد وصلني المال الذي أرسلته إلي وهنا عرف الصديق ما فعله حامد بالمال فأكبر فيه صداقته كما أكبر معا صداقة صديقهما الغائب ومرت فترة قصيرة وعاد الصديق الغائب إلى المدينة وكانت حال كل منهم قد تحسنت فعادوا إلى الحياة التي عاشوها من قبل وهكذا عرفت فيهم هذه الدنيا مثال الصداقة والنبل والوفاء وهكذا أعزائي الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام قصة اليوم نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم ملتقانا غدا بإذن الله وفي جعبة حكاية جديدة من حكايات سالف العصر والأوان حابين تكفلوا يتيم أو تقمنوا أفطار لعائلة محتاجة بدكم تدفعوا زكاة أموالكم نستقبل كل تبرعاتكم عبر هيدا الرابط الله يتقبل ورمضان كريم اشتركوا في القناة